مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون الأجواء يوم الثلاثاء يطرى ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء صيفية عادية يوم الثلاثاء في النهار معتدلة في الليل لكن أمطار متفرقة يوم الأربعاء بإذن الله في أماكن مختلفة من المملكة ويوم الخميس طقس معتدل أثناء النهار لطيف أثناء الليل ويوم الجمعة إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل سقوط الأمطار بنلاحظ أن يوم الأربعاء خاصة في ساعات الظهر ومع بعد الظهر تتكاثر الغيوم في مناطق مختلفة من المملكة وتتهيئ الفرصة تدريجيا وتسقط زخات متفرقة من المطار في أماكن مختلفة من المملكة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 18 لكن الرطوبة النسبية 82% مرتفعة نسبيا وبالتالي فالأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثة ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء صيفية عادية درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العظمى المتوقعة يوم الثلاثة تلاتين واحد وثلاثين والصغرى بحدود عشرين الأربعاء انخفاض واضح على درجات الحرارة أجواء غائم جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة والعظمى المتوقعة ستة وعشرين والصغرى ثمنتاشر درجة مئوية الخميس الخميس أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى المتوقعة سبعة وعشرين والصغرى سبعة وعشر درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة إربد تلاتة وتلاتين واحد وعشرين عجلون واحد وثلاثين عشرين جرش تلاتة وتلاتين واحد وعشرين المفرق أربع وتلاتين إلى عشرين درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء واحد تلاتين عشرين مأدبة تلاتين عشرين عمان تلاتين إلى واحد تلاتين عشرين درجة صغرى والزرقى 34 و21 البحر الميت والأغوار حارة 39 إلى 29 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 31 العظمى والصورة 20 الطفيل العظمى 30 والصورة 19 الشراح 28 و17 ومعان 31 إلى 20 درجة مئوية والعقبة أجواء حارة 38 إلى 28 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 37 و23 الصفاوي 36 و22 الرويشد 37 إلى 22 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري